اهلا بحضراتكو السماء السائدة في العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا على مر العصور هي الصراع سواء في التاريخ القديم أو القريب أو حتى في الوقت الحالي العلاقة بين إثيوبيا والدول المحيطة بيها كلها مش بس الصومال تتسم بدرجات متفوتة من التوتر وفي أفضل الأحوال بتبقى علاقات فاترة أنا تعامت استخدام كلمة الصراع مش كلمة النزاع لأنه الصراع أشمل في معناه وأوسع ودائما ما يكون أعمق من الناحية التاريخية والمدة الزمنية الحرب بتوصف بأنها وجه من وجوه الصراعات بين الدول النزاع بيبقى خلاف معين ومحدد على حقوق ليها علاقة بمسائل الحدود أو الموارد وبيبقى مرتبط بقضايا على مصالح كل طرف بيقول إنه هو أولى به الصراع با له مقيس وأعراض وله أدوات ووسائل مش بالضرورة تبقى عسكرية وأساس الصراع هو تعارض المصالح ووجود خلافات جوهرية نتيجة مثلا لتضارب الأهداف بين دولتين نتيجة لاختلاف المعتقدات الدينية أحيانا ونتيجة لاختلاف الايديولوجيا السياسية بينهم أحيانا أخرى وبالتالي الصراع طويل الأمد ومشكلاته لها جذور تاريخية وتراكمية وحله يكاد يكون مستحيل بالكتير قوي الدولتين المتصارعتين بيهدوا من حدة المواجهة وبيتفادوا التصايد إنما الصراعات لا تحل الصراع بين دولتين ممكن يبقى علني وممكن يبقى كامن أو مستتر ممكن يبقى صراع ثنائي وممكن يبقى متعدد تشترك فيها عدة دول وممكن ياخد مظاهر سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وممكن يبقى شامل لكل هذه الأوجه أدوات الصراع كثيرة تتراوح بين التهديد والضغط والحصار والعقاب والتدخل والاستفزاز والدعاية والعنف والقتل والتهجير وأي أداء أخرى من أدوات الحرب المقدمة دي مهمة جدا علشان تقدر تتخيل الحالة في منطقة القرن الأفريقي بشكل أوضح وتنسى خالص إن اللي بيحصل هناك قد يكون خلاف يمكن حله لأن الخريطة في هذه المنطقة مركبة ومعقدة جدا في نزع بحري بين الصومال وكينيا بس ما فيش بينهم تاريخ عميق ممكن نسميه صراع بين الصومال والجيبوتي في خلافات مصالح ولكنها لا ترقى إلى درجة النزاع أو الصراع نظرا لخصوصيات العلاقة بين الدولتين ولكن ما بين إثيوبيا والصومال تحديدا لا ده صراع وصراع تاريخي ومزمن ووجودي ومعقد وستراتيجي زي ما تحب تقول قول ما بين الصومال وإثيوبيا هو نوع من الصراع المستعصي اللي ممكن تسيطر على درجة حررته أحيانا وممكن تأجله ولكن لا يمكن أن تنهيه لا يمكن أن تعالجه لأنه صراع بقاء وتوازن لأن أصل الصراع بين الدولتين هو من له الأصل في الانتماء للمنطقة مين اللي لحق في البقاء في الإقليم وإيه شكل هذا البقاء وهل البقاء طرف يمحو الطرف الآخر ولا لا بناء على ذلك التشاحن والشد والجذب هو الأساس وأي سلام بين البلدين هو مجرد سلام مرحلي لا يمكن أن يكون دائم صحيح أن فترات السلام بتطول بين الصومال وإثيوبيا لسنوات طويلة بس ده بيكون سببه أن دولة فيهم بتمر بمرحلة انتقالية أو بيقودها رجل يفضل الخيارات السلمية على الحرب يعني الهدوء ده بس مجرد مسألة مؤقتة دي حاجة كده تشبه الصراع بين تركيا واليونان بين العرب وإسرائيل بين الهند وباكستان طبعا مع الفوارق في القياس والمقارنة أنا في نظري أن الصراع الأقرب للتشبيه هو الصراع بين تركيا واليونان لأن العناصر المشتركة بينهم كتير زي النزاع على الحدود زي وجود انتداد عرقي مشترك بين الدولتين زي الاختلاف العقائدي وزي العداء التاريخي المتراكم ووجود بصمة بريطانية خبيثة في الموضوع خليني ألخص لحضرتك أسباب الصراع الصومالي الإثيوبي في عدة نقاط أول وأهم حاجة هي أن كل طرف منهم بيعتبر نفسه الممثل الرسمي والوكيل الشرعي في منطقة القرن الأفريقي لمين؟ إثيوبيا بتعتبر نفسها ممثل للقوى المسيحية في أوروبا والشرق الأوسط والصومال بيعتبر نفسه ممثل ووكيل للقوى الإسلامية إثيوبيا هي أقدم مملكة مسيحية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا السوداء يعني وظلت لفترة طويلة جدا هي المملكة المسيحية الوحيدة وطبعا كانت مجهولة بالنسبة للقوى الأوروبية قبل عصر الاستكشافات الحديث بس لما الأوروبيين عرفوها بقوا متعاطفين معاها وبيستجيبوا لمطالبها وبيعملوها على أساس أنها مركز مسيحي مهدد ودي الطريقة اللي إثيوبيا لسه بتستدر بيها تعاطف العالم الغربي لحد النهاردة أوروبا في الوقت الحالي بتقدم نفسها على أنها قوى عصرية وأنها تجاوزت مسألة الانحيازات الدينية وأخرجت الدين من السياسة بقالها قرون وده الظاهر فعلا وللعالم كله تقريبا مقتنع به ومصدقه بما فيه إحنا بس وقع الحال غير كده تماما الانحيازات الدينية كانت وما زالت من المحركات الأساسية والأصيلة للصراعات والتحالفات السياسية والاستراتيجية وإثيوبيا أوضح مثال على ذلك طول عمر إثيوبيا بتقدم نفسها على أنها الركيزة المسيحية في أفريقيا وإنها حاملة اللواء ولذلك كانت علاقتها جيدة بالدولة البيزنطية وكان عندها ما تقدمه في المقابل بخور، عطور، ذهب، جلود، صمغة، أصب سكر، حديد، إلخ 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 وفي نفس الوقت بتقدم نفسها على أنها مهددة ويا الحقيقة كلام ده صحيح لأنها محاطة بقوة إسلامية بتحول بينها وبين التواصل مع العالم الخارجي أو على الأقل بتعطل هذا التواصل لما الإسلام بقى ديني الأغلبية في منطقة القرن الأفريقي بقى المسلمين دول هم العقبة بين إثيوبيا وبين اتصالها وتواصلها المنتظم مع القوى المسيحية سواء في الشرق الأوسط أو في العالم الأوروبي وزي ما إثيوبيا حاملت لواء المسيحية في القرن الأفريقي الصوماليين بقوا حملت لواء الإسلام ومصدر قوته في المعادلة الإقليمية وبرضو نشأت عندهم ممالك عظيمة الصومال له تاريخ كبير وكان في وقت ما دولة كبيرة ممتدة من ساحل المحيط الهندي وحتى السودان وكان محقق حالة اندماج قومي وعرقي بين القبائل العربية وغيرها من القوميات الأفريقية الأخرى بطبيعة الحال الصوماليين كانوا في حالة تواصل دائم مع العواصم الإسلامية على مدار التاريخ سواء في الحجاز أو في دمشق وبغداد أو القاهرة أو الأستانة يعني على حسب عاصمة الخلافة فين وقتها ودائما ما كانت لهم علاقات مع القوى الإقليمية المسلمة في اليمن والخليج العربي الصومال ظل لقرون طويلة بيمثل العمق الجيوسياسي في الحدود الجنوبية للعالم الإسلامي والبوابة الاستراتيجية اللي بتصون المقدسات الإسلامية في الجزيرة العربية والمصالح الإسلامية في منطقة البحر الأحمر وفي أفريقيا الصومال هو اللي صد المحاولات البرتغالية لاختراق العالم الإسلامي من الجنوب وهو اللي فكك الارتباط بين البرتغال وإثيوبيا وهو اللي كان بيحمل قوميات الإسلامية غير الصومالية زي الأرومو والعفار من هجمات الأعراق الإثيوبية الوسانية والمسيحية نتيجة لهذا الضغط الاستراتيجي من الصومال اضطرت إثيوبيا لنقل عاصمتها من الشمال القريب من ساحل إريتريا يعني من مدينة أكسوم التاريخية إلى الجنوب حيث المرتفعات الداخلية المحصنة بالجبال الخلاصة يعني في السبب الأول هو أن كل من الصومال وإثيوبيا بينتموا لمعسكر أو لحلفاء متحاربين أو متنافسين على أقل تقدير والعلاقة التاريخية بينهم قائمة على صراع والثقة بينهم مفقودة بشكل متبادل على مر التاريخ وبالتالي النمط السائد بينهم في علاقتهم السياسية هو التنافر وفي سبب تاني السبب الثاني للصراع الصومالي الإثيوبي هو الاعتقاد لدى كل طرف منهم أن الطرف التاني يمثل تهديد وجودي إثيوبيا حاسة أنها متواقة ومهددة بحزام أو صور إسلامي ممثلا في الصومال اللي عنده شعور برضو أن إثيوبيا عايزة تتمدد خارج مرتفعاتها الداخلية على حسابه السلالة السليمانية اللي حكمت إثيوبيا من 1270 ميلادية وحتى 1974 سبع قرون يعني حفظت على حالة من الصراع المفتوح بينها وبين الصومال نتيجة لموقفها العداء الدائم ضد الإسلام والمسلمين على عكس سلالة زاجو اللي حكمت قبلهم واللي كانت مسلمة ومتعايشة مع جيرانها المسلمين لما ضعفت الدولة العثمانية وتراجع النفوذ الممالك الإسلامية في الصومال وحلت محلها السلطنات القبلية اللي مفيش بينها وبين بعضها رابط سياسي موحد بقت المنطقة لقمة سائغة للاستعمار الأوروبي سواء الفرنسي أو البريطاني ودول طبعا تعاملوا مع إثيوبيا من منظور أنها دولة مسيحية بتعاني من التطويق الإسلامي عيني ومتضررة من تهديداته هذا العطف على إثيوبيا من جانب القوى الأوروبية لم يكن مبنيا بالكامل على أساس مسيحي المسيحية كانت نقطة بداية فقط إنما الأساس الحقيقي هو أن إثيوبيا قدمت نفسها للمستعمرين الأوروبيين على أنها حليف وقوى إقليمية ممكن تساعد الإنجليز والفرنسيين في تحقيق طموحاتهم في المنطقة مقابل إنهم يأهلوها ويسلحوها ويحدثوا نظامها الإداري ويعملوا لها بنية تحتية عصرية ويا حبذة لو سمحوا كمان إنهم يعني يسيبوها تتوسع بحدودها الجغرافية ناحية الشرق ناحية الصومال وده اللي حصل بالفعل إثيوبيا توسعت على حساب الصومال الكبير بدعم من القوى الاستعمارية الغربية لدرجة إن قسمها الشرقي اللي هي سرقته يعني أكبر من قسمها الأصلي قبل التوسع لما فتتحت قناة السويس سنة 1869 وبدأت في السودان الثورة المهدية سنة 1881 وبدأت في الصومال ثورة الدرويش سنة 1897 زادت أهمية التعاون الثنائي بين بريطانيا وإثيوبيا من ناحية وبين فرنسا وإثيوبيا من ناحية أخر نظرا لحاجة القواتين الأوروبياتين بريطانيا وفرنسا إلى من يدعمهم أمام الطيار الثوري ذو المرجعية الإسلامية ضدهم سواء في الصومال أو في السودان في هذه المرحلة تحديدا ظهرت فائدة إثيوبيا بالنسبة للقوى الاستعمارية الأوروبية لأنهم في منطقة القرن الأفريقي ممكن مين تاني غير إثيوبيا يتعاون معهم وكل ده جاء على حساب الصومال شوف يا صديقي كل ما بين الصومال وإثيوبيا هو التضاد والتعاكس والاختلاف في كل شيء الصومال دولة موحدة عرقيا تقريبا وإثيوبيا عشرات العرقيات الصومال مسلم وإثيوبيا مسيحية في أغلبها الصومال سهول وصحاري وإثيوبيا جبال وهضاء الصومال عايش على الرعي والتجارة والصيد وإثيوبيا عايش على الزراعة والصناعة الصومال عنده لغة قومية واحدة وإثيوبيا عندها لغات قومية متعددة والمناخ مختلف والنظام السياسي مختلف على مدار التاريخ لما تضيف لكل هذه الاختلافات أن إثيوبيا دولة مؤسسة مبنية على مفاهيم النظام الشمولي والإحساس بأنهم شعب استثنائي ومتفوق على الآخر بناء على تاريخ ملتبس بأفكار دينية هتفهم قد إيه مساحة التفاهم والتواصل بين الصومال وإثيوبيا في الوقت الحالي ديئة جدا كل دولة منهم شايفة أن الدولة الأخرى صنيعة للقوى الخارجية الصوماليين بيعتبروا إثيوبيا دي كانت مجرد مملكة مسيحية قديمة داخلية وجودها قاصر على الأراضي اللي بتعيش فيها شعوب التجري في الشمال والأمهرة في الغرب ثم تحولت إلى دولة توسعية بفعل التعاطف الغرب القديم والدعم الاستعماري الجديد والأثيوبيين على الجانب الآخر بيعتبروا الصومال صنيعة للغزال مسلمين وشايفينهم شوية رعاة رحل بلا تاريخ وبلا حضارة الصوماليين مقتنعين إن إثيوبيا بتشارك منذ عشرات السنين في تفكيك الصومال والأثيوبيين بيعتبروا دورهم في الصومال ده دور إنساني تضحية من أجل السلام الدائم في دولة إنجارة الطموحات والمطامع التوسعية الإثيوبية التقت مع المطامع الاستعمارية للقوى الغربية خصوصا بريطانيا اللي عملت كل ما في وسعها لبناء الإمبراطورية الإثيوبية المعاصرة خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى إثيوبيا تحولت من دولة صغيرة إلى دولة ضخمة المساحة هي الدولة اللي احنا نعرفها النهاردة الإمبراطورية العثمانية كانت من القوى المهزومة في الحرب العالمية الأولى وبناء على هزمتها فقدت نفوذها في منطقة القرن الأفريقي وبريطانيا ملأت الفراغ العثماني بالوجود الإثيوبي ومصر انسحبت إلى سحل البحر الأحمر وهارر وبربارا وزيلع يعني قفلت على إثيوبيا مخارجها على البحر وقطعت صادرتها وواردتها زي ما هقول لحضرتك بعد شوية كده ابقاء إثيوبيا دولة حبيسة واحد من أهم محاددات السياسة المصرية تجاه منطقة شرق أفريقي الكلام ده مش مرتبط بسد النهضة خالص دي حاجة زي ما انت شايف كده من أيام الحرب العالمية الأولى ومن قبلها بكتير بريطانيا كان عندها أولويات استراتيجية في هذه المنطقة زي وجودها في قاعدة عدن لأن دي مفتاح البحر الأحمر محطة التموين الرئيسية المهمة جدا للخطوط البحرية اللي رايحها جاية ما بين أوروبا وبين أسيا وأستراليا وبالتأكيد كانت مهتمة بمنطقة أعالي النيل لأنه أحلام بريطانيا زي ما احنا عارفين إنها تنشئ إمبراطورية واسعة من البحر المتوسط وحتى منابع النيل ولم يكن يمنعها عن هذه المطامع سوى المنافسة الفرنسية وحالات التمرد اللي بتحصل سواء في الثورة المهدية أو ثورة الدرويش شمال الصومال كان منطقة نفوذ بالنسبة لبريطانيا نفوذ فقط مش استعمار ولا كانت بتحكمه والنفوذ ده كان ناتج عن الفراغ اللي سببه الانسحاب المصري من هذه المنطقة أضيف إلى ذلك أن بريطانيا كانت عايزة يبقالها مكان على الجانب الأفريقي من خليج عدن بحيث تبقى قاعدة عدن مركزها في الشرق وشمال الصومال مركزها في الغرب وتبقى بتحكم ممر باب المندب بشكل كامل تقوم تعمل إيه بقى؟ تساوم إثيوبيا أو تبادل مع إثيوبيا ساعدين يا إثيوبيا في قمع ثورة الدرويش ساعدين في التصدي للمطامع الفرنسية في المنطقة وفي المقابل توسعي في الأراضي الصومالية برحتك خلي بالك بريطانيا كانت محتلة منابع النيل كلها حوض النيل كل بس شمال الصومال ده كانت سايبة في إطار توافق مع إثيوبيا اللي ما صدقت طبعا وبدعم بريطاني وبعد انسحاب مصر منها سنة 1826 من مسوع وسواكن إثيوبيا مدت حدودها إلى إريتريا وضمتها وبقالها ساحل على البحر الأحمر لأول مرة في تاريخ بريطانيا وقعت مع إمبراطور إثيوبيا من الكثاني المعاهدة الأنجلو إثيوبيا سنة 1897 هذه المعاهدة تضمنت تأسيس إثيوبيا بحدودها الحالية لحنا نعرفها النهاردة وكان المقابل المباشر هو تحالف إثيوبيا مع بريطانيا في القضاء على ثورة الدرويش وسلمت بريطانيا إقليم الصومال الغربي لإثيوبيا سنة 1954 الصومال الغربي ده أد جمهورية الصومال الحالية في المساح يعني بريطانيا وهبت إثيوبيا نصف مساحة الصومال الكبير أرضا وسكانا لأن الصومال الغربي اللي استولت عليه إثيوبيا عايش فيه ستة مليون نسمة من العرقية الصومالية وبكده بقى الصومال هو الخاسر الأكبر من الاستعمار البريطاني في منطقة القرن الأفريقي وباية إثيوبيا هي المستفيد أو الفائز الأكبر من التحالف مع هذا الاستعمار للتاريخ يعني بريطانيا كانت أول دولة أوروبية تبقى لها سفارة في أديس أبابا وصلت الوقاحة الإثيوبية أن أديس أبابا اعترضت بشدة على الوحدة اللي تمت سنة 1960 بين ما تبقى من شمال وجنوب الصومال زي بالظبط معرضت بشدة استقلال الجزء الصومالي اللي كانت محتلة إيطاليا الصومال الإيطالي استقل سنة 1946 وإثيوبيا كانت شايفة امتداد للصومال الغربي وكانت طمعانة فيه طبعا وبتقول أن حدودها الطبيعية تمتد إلى ساحل المحيط الهندي بناء على إيه بقى موضوع الحدود الطبيعية ده أنا معرفش ولكن الواضح يعني أنه مبني على مطامع إثيوبيا وبس ما فيش أي أساس شرعي أو تاريخي أو حقيقي هي دولة نفسها تبتلع الصومال وخلاص وبذلت في سبيل ذلك كل ما تستطيع وساهمت في إسقاط الدولة المركزية وعطلت وما زالت تعطل جهود إعادة بناء الصومال في هيئة مستقرة وموحدة وبتدعم الانفصال بين الشمال والجنوب وأشعلت الحروب القبلية في الصومال كده أنا استعرضت مع حضرتكو لمحة تاريخية للموقف في القرن الأفريقي نيجي بقى للموضوع الرئيسي في هذه الحلقة وهو إيه اللي بيحصل هناك حاليا إيه اللي بيحصل هو أن المطامع الإثيوبية في الصومال تحديدا في منطقة شمال الصومال تحديدا أكتر في مواني الشمال الصومالي تجددت عايزة تكمل خططها التوسعية إلى توقفت من وقت احتلال نظام الإمبراطور منلك الثاني لمدينة هارر سنة 1887 وعايزة تفتح لنفسها ممر من المناطق الداخلية بتاعتها إلى المواني الصومالية في الشمال هي دي كل القص لما إثيوبيا وقعت مع إقليم صومالي لاند الانفصالي مذكرة تفاهم بخصوص استئجارها ولا امتلكها حتى لميناء على الساحل الصومالي ده كان هدفها إثيوبيا عندها وهم عايشة فيه أنها دولة حبيسة بفعل مؤامرة بفعل ضغوط مش أنها مسألة جغرافية طبعية وده واحد من أوهام إثيوبيا العديدة هي عندها ضغط سكاني كبير وعندها مطالب اقتصادية وتنموية مستحيل تفي بيها إمكانياتها كدولة حبيسة وعايزة تحل المشكلة دي على حساب الصومال لأنها حسى أن الصومال في وضع السياسي الحالي أضعف من أن يواجه أجندتها التوسعية الجيش الإثيوبي بيساعد الصومال في الحفاظ على الأمن الداخلي وفي محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة يعني كان سهل جدا أنه إثيوبيا تتفاوض مع الحكومة الصومالية الفيدرالية يعني على موضوع الميناء ده بس هي مش عايزة تعمل كده لأن الحكومة الصومالية ممكن ترفض وممكن حتى تاخد وقت على ما تقرر وهذا ما لا تريده إثيوبيا لأن لها سياسة خاصة الحقيقة أنه إثيوبيا بقت عايشة على السماجة السياسية والديبلوماسية في كل شؤونها تقريبا يعني تحتل أراضي سودانية في الفشقة بسياسة النفس الطويل تملى سد النهضة بمنتهى الأناد هي أخلاقها كده وده مشجعها أنها تستمر في سياستها العدوانية فتروح توقع مذكرة تفاهم مع إقليم في دولة علشان تاخد عشرين كيلو متر على الساحل رغم رفض البرلمان الصومالي برلمان هذه الدولة والحكومة الفيدرالية دولة يعني حكومة هذه الدولة لهذا الاتفاق وفي نفس الوقت بتقول أنها بتحافظ على استقرار الصومال وبتدعم أمنه وبتساهم في تنميته هنا بقى ييجي الكلام عن الدور المصري في الصومال زي ما شفنا سوا في اللمحة التاريخية في مقدمة الحلقة مصر قوة ليست غريبة عن هذه المنطقة وليها تاريخ من الحكم والنفوذ في منطقة القرن الأفريقي حاجة يعني مش جديدة مصر أرسلت قوات عسكرية ومعدات وعتاد عسكري إلى الصومال وقالت أنها يعني ده شكل من أشكال الاستعداد للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال ودي البعثة اللي هتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية اللي هي بتخدم حاليا صفة قواتنا هناك هي أنها قوة حفظ السلام وظفتها دعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالي مصر وقعت مع الصومال في الرابع عشر من أغسطس اتفاقية دفاع مشترك وده واحد من نتائجها والرئيس المصري طلع في مؤتمر صحفي بعد التوقيع وقال أن مصر تقدمت للمشاركة في بعثة حفظ السلام وأن لو الصومال عايزنا هنبقى هناك طبعا كلام ديبلوماسي جميل بس واقع الأمر أن مصر لا تريد ترك الصومال لإثيوبيا تقطع في برحتها القاهرة اعترضت بشدة على مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند بتاعت حصول إثيوبيا على ميناء على السواحل الصومالية وده مش موقف جديد ده الموقف التاريخي المصري بقاله 200 سنة الصومال عمق استراتيجي عربي مسلم في الجنوب والمنطقة لإثيوبيا طمعانة فيها أرض عربية وتأكد يا صديقي أن مصر هتعمل كل ما في وسعها علشان تعرقل المطامع الإثيوبيا في الصومال لأنها في نفس خطور تعرقلت إثيوبيا لسرايا النهر النيل الصومال بالتأكيد في هذه المرحلة يحتاج إلى الدعم العسكري يحتاج إلى تدريب وتطوير لقوات مسلحة ويحتاج إلى مساعدات كبيرة في هذا المجال ومحتاج يرسل برضو لإثيوبيا رسالة أنه عنده حلفاء قوياء ومصر هي الحليف القوي والمناسب مصر مش مجرد حليف قوي هي حليف مناسب جدا ملائم جدا لأنه بمجرد ظهور أول صور لوصول طائرات الشحن العسكري المصرية إلى الصومال البيانات نزل الترف من النظام الإثيوبي اللي حصلت له حالة ستنفار وقرأ الرسالة كما أرسلت بالحرف مصر قالت أنها مش بعت قوات علشان تهد الدول أخرى وده كلام منطقي على فكرة لأن لو مصر عايزة تهدد إثيوبيا انطلاقا من أرض الصومال مش هتبعت عشر تلاف جندي فقط بس مصر عارفة كويس أنها مش محتاجة أكتر من كده لأن المطلوب كان ظهور الوجود العسكري المصري في الصومال وبالقرب من الحدود الإثيوبية إن شاء الله حتى عسكري واحد هيحمل رسالة القاهرة الواضحة إلى أدس أبابا ونصها ومفادها نحن هنا رسالة الصومال من هذا الوجود العسكري المصري إنه يا جماعة أنا ليه حلفاء أنا مش مطروك أنا مش منسي على هامش القضايا العربية والإقليمية ورسالة مصر هي أنها لن تتهاون في المطامع الإثيوبية لا في الصومال ولا في سواحله ولا في حقوقها في نهر النيل الموضوع ده له أبعاد تانية وأكيد هتكلم عنها في حلقات قادمة إنما بالنسبة للحلقة دي لم يبقى فيها سواء إني أشكر المشاهدين اللي بيستخدموا خاصية السوبر تانكس في التعليقات وأشكر الأعضاء المنتسبين على إسهامهم في إنتاج هذا المحتوى وبشكركم جميعا على حسن المشاهدة وشوفكم الحلقة الجاية شكرا للمشاهدة